السلام عليكم ورحمة الله اليوم كتبت نموذج أسئلة أدب للصف الثالث متوسط الشهر الأول عدي الأدب وعدي العصور الأدبية والشاعرين اللي هو معروف الرصافي وأحمد شوقي كتبت الأسئلة وإن شاء الله أحلوه ياكم السؤال الأول ما أصل كلمة الأدب هذا الكتاب يمي أصل كلمة الأدب تقولون هي كلمة الأدب من المأدبة كان العرب في عصر ما قبل الإسلام يطلقون على الطعام الذين يدعون الناس إليه مأدبة والأدب هو الداعي إلى الطعام هذا السؤال الأول ذن السطرين سؤال الثاني يقول لك تطورت لبظة الأدب في العصر العباسي والعصر الحديث تكلمي عن ذلك بالعصر الإسلامي والأموي شوفوا هذا شوفوا هاي ما ما تتحفظون هي هاي الورقة كلها مهمة جدا صفحة 18 يقول تطورت لفظة الأدب في العصر الإسلامي صارت تدل على مكارم الأخلاف قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي بالعصر الأموي كان المربي أو المؤدب بالعصر العباسي التهذيب والتعليم بالعصر الحديث ما أنتجه الكتاب والشعراء من جميل النثر والشعر هذا الجواب مالتا زين السؤال الثالث يقسم الأدب إلى قسمين عددها مع الأمثلة أقول للشعر والنثر الشعر هو الكلام الموزون المقفل الذي يدل على معنى وله أربعة أنواع الشعر الوجداني والملحمي والشعر التعليم والشعر التمثيلي أما النثر هو كلام مرسل لا يتقيد بالوزن له أنواع المقالة والخطابة والقصة والرواية والمسرحية زين السؤال الرابع اعتاد الباحثون تقسيم العصور الأدبية على ستة عصور عدتها مع الشرحيات تقولون عصر ما قبل الإسلام عصر صدر الإسلام العصر الأموي والعصر العباسي والعصور المتأخرة والعصر الحديث من يقول لك شرحها يقول لك عددها واشرح واحدة منها عاد تشرح لك واحدة من عدها لكن إذا قال لك عددها واشرحها بالتفصيل شنو ما تكتمون تكتمون يعني من بدأ ومن نهى وشن اسم الشعراء وشن اسمه النثر يعني هسا هاي مثلا عصر ما قبل الإسلام يمتد قبل بعثة النبي بمئة وخمسين أو مئتي سنة وبيها المصادر المعلقات والمفضليات والإصماعيات عصر صدر الإسلام من بدأ من ظهور الإسلام وانتهى بالأموية الأبرز الشعراء وهكذا شنو عدنا سوال الخامس عدد عوامل النهضة الأدبية بالعصر الحديث مع شرخ واحدة منها هاي يا ماماتي عوامل النهضة تقولون حملة نابليون البعثات العلمية المدارس الصحافة الطباعة حركة التأليف والترجمة فتشرحون وحدة من عدها كيفكم تشرحون أنتوا أي وحدة حافظيها حملة نابليون أي وحدة حافظيها هاي قلنا يقسم الأدب من حيث الشكل على ثلاثة أشكال عددها هاي مامو الأدب إذا قال لك من حيث الشكل هياتها أقول له الشعر العمودي والشعر الحر وقصيدة النثر هذا من حيث الشكل سؤال اللاخي يقول لك النثر من حيث الأساليب النثر أقول له النثر الفني والنثر العلمي زيان وبعد شنو عرفوا النثر الإبداعي والنثر الوصفي هات هذين الثينات نتعرفون مع الأمثلة زيان سؤال التاسع علل عدى العصر الأموي عصر الخطاب الذهبي هذا موجود هاي المناقشة طبعا هذي التعاليل ألف وباء مهمات الألف الجواب مالتها شو تقولون فضلا عن ازدهار فن الخطابة زيان الثانية هاي خلصت هاي الورقة يقول لك عد الباحثون حملة نابليون بداية الأدب الحديث هياته هاي تقولون لما تركته منها آثار في الحياة الثقافية المصرية زيان بعد شنو عدنا عدد الأعمال الشعرية لشاعر أحمد شوقي وانا أحمد شوقي حياته هذا أحمد شوقي الآثار عدنا كليوباترا أمبيس مجنون ليلة عن ترى زيان شاعر ولد في مصر هو هذا أحمد شوقي ولد في مصر معروف الرصافي ولد في بغداد بالعراق المهم شاعر ولد في مصر عام 1868 بدأ الشاعر يجري على لسانه في وقت مبكر من هو وشنو اسم قصيدته وكتب أربعة أبيات انتو حفظوا سبعة أبيات من هو هذا أحمد شوقي قصيدته ولده الهدى زيان النوب جان شاعر ولد بغداد عام 1875 وكان كثير العطف همم على الفقراء والضعفاء من هو وشنو اسم قصيدته واذكر أربعة أبيات يا هو معروف الرصافي قصيدة الأرملة المرضعة تكتبون تتحفظون سبعة أبيات زيان الشاعر معروف الرصافي تميز بكل مهمة هاي ما ماتي هاي وزارية وجابوها تميز برصانة الأسلوب ومتانة اللغة الشاعر معروف الرصافي بيش تميز برصانة الأسلوب ومتانة اللغة شنو بعد ما هي مؤلفات معروف الرصافي مؤلفاته ديوان شعر كبير جل في موضوعات الوطن والمجتمع والسياسة زيان هسه نجعل معاني يعني المفردات مال الشاعر أولا رثة خلنا طلع لكم موجودة بس من خالف رثة قديمة بالية زيان الورس الورس نباط أصفر الهدى روحوا على هذا الهدى طيني أحمد شوقي الهدى عندنا المقصود هنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الروح جبريل عليه السلام سخوت جد زانتك زينتك وجملتك تغرأ أي كتب اسمه الشريف في أول الصحيفة والأنواع المطر العزيز المهم يا عزيز المطر الغزير المطر الغزير ها عيني فتحفظون المفردات ترجمة نانسي قنقر